إذن على هامش القمة العالمية حول المناخ التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل وبمشاركة كل دول العالم تقريبا أصدر البنك الدولي في واشنطن قبل أيام أصدر تقريرا جديدا حول المغرب أثنى فيه على تجربة المملكة المغربية في التوازن ما بين حاجيات التنمية المستدامة وحماية البيئة من التدهور وذلك من خلال اعتماد برامج ومشاريع صديقة للطبيعة ومتبعة لهذا الموضوع يسعدني أنا صديف مباشرة في الأستوديو الخبير في أشؤون الاقتصادية الأستاذ الأنيق محمد الشرقي أستاذ مرحبا بك مرحبا بك أستاذ يعني تقرير البنك الدولي يثني على التجربة المغربية في مجال حماية البيئة هل من توضيح في هذا المجال أستاذ كلمة يثني حقيقية لأن التقرير قال أن المغرب من القصص الناجحة ولكن النادرة بالنسبة للعالم أغلب دول العالم استنفدت أو استعمال كلمة استنزاف أكثر من استنزاف يعني استنزفت مواردها الطبيعية يعني على امتداد خمسين سنة الأخيرة يعني تم استهلاك هذه استهلاك وبالتالي هذا الاستنزاف كان إما يعني تحت الأرض ما يسمى الحفوريات أو فوق الأرض اللي هي الطبيعة الغابات مصادر المياه مصادر الإنتاج الغداء وبالتالي المغرب كان صباقا إلى الاهتمام بالبيئة الاهتمام بموارد المائية الاهتمام بالتصحر يعني مقاومة التصحر للاهتمام بالتغييرات المناخية المغرب له جائزة عالمية جائزة راحتان الثاني للماء فإذن المغرب من الدول التي كانت صباقة من 1992 في مؤتمر ريو دي جنايرو في برازيل الذي حضرها يوم جالة المالك كان ولي العهد يعني المغرب مشارك أساسي في موضوع التغيير المناخي لذلك اليوم قمة باريس تريد أن تركز على النجاحات والبنك الدولي يريد أن يقدم هذا النموذج أمام العالم أولا لأن المغرب نجح فعليا ثانيا لأن المغرب سيصدف القمة المقبلة للكوب 22 في مراكوش فبالتالي الرهان اليوم كبير أولا المغرب من خلال التجارب التي نجح فيها يريد أن يقول للدول الأخرى إن الإرادة إن توفرت يمكن التغيير المناخي أو على الأقل الحد منه لماذا؟ لأن المغرب استطاع أن يفعل شيء مهم جدا هو التوازن بين حاجيات الإنسان بين النمو الاقتصادي وبين ديمومة الموارد الطبيعية هذه التلاتية هي تلاتية نوعا ما صعبة وليست سهلة تحقيق إضافة لكل هذه المعطيات أستاذ محمد البنك الدولي قال أيضا أن المغرب سيدخل التاريخ من خلال أول محطة للطاقة الشمسية في ورزازات ماذا يعني ذلك؟ فعلا هذه ورزازات في التقرير هو يشير إلى محطة ورزازات نور الأولى ونور الثانية ونور الثالثة هذه محطة كلفة حوالي 3 مليار دولار ستدخل الخدمة على أقل نور واحد في 2018 إن شاء الله ستمكن حوالي مليون عائلة من التوفر على طاقة شمسية يعني طاقة كهربائية من مصادر شمسية فإذن هذه أول محطة في العالم ستستعمل الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بهذا الحجم والتقرير أضاف أيضا شيئا مهم قال من تشيلي إلى جنوب إفريقيا إلى الهند إلى الصين كل هذه مجرد مشاريع المصروع الناجح هو مصروع المغرب يعني هذا التقرير هكذا بالترجمة العربية طبعا تقرير ربط بين ثلاث أشياء بين قدرة المغرب على إنتاج طاقة شمسية وريحية بديلة 42% من إنتاج الكهرباء في 2020 تقليص اعتماد المغرب على الطاقة الأحفورية بمعنى نوعا من الاستقلال اتجاه الأسواق النفطية وتدبدويتها يعني بتوفير حوالي 9.5 مليون طون يعني السنوين من النفط ثالثا وهذا مهم جدا خفض الإنبيعات الحراري يعني الديوكسين الكربون بحوالي 760 ألف طون في المرحلة الأولى نعم وصولا إلى 3.7 مليون طون في المرحلة 2020 فإذا المغرب من وشهة نظر أن صندوق البنك الدولي عفوان يحقق أهدف التنمية في حماية البيئة والنمو دائما الحديث عن نجاعة التجربة المغربية في هذا المجال يعني هناك سعي دولي لتعميم التجربة المغربية في مجال التطور الزراعي والطاقات المتجددة تعميم هذه التجربة إلى دول أخرى في أفريقيا والمنطقة العربية طبعا لا توضيح الأفريقيا تعاني اليوم من مشكلتين مشكلة يعني أنها تستعمل مواردها الطبيعية لإنتاج الطاقة نعطيه مثال اليوم يعني أغلب النساء الأفريقية جنوب الصحراء تستعمل يعني الحطب الخشب لطهي الطعام هذا يؤدي إلى مشكلتين المشكلة ندرة الموارد الطبيعية ومشكلة أنها تزيد في ما يسمى بيعاتة الحرارة نعم فإذن يعني تصدير التجربة المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء من شأن المحافظة على الموارد الطبيعي لدي هذه الدول إفريقية وأيضا مساعدتها على توفر على طاقة جديدة وبديلة يعني تطور حتى المستوى الاقتصادي والتعاون مع الطبيعة طبعا البنك الدولي اليوم يبحث على 16 مليار دولار لتوفير يعني الحد الأدنى المطلوب اليوم لإطلاق مشاريع كبيرة في إفريقيا البنك الدولي أعلن أنه سيضع 5.7 مليار دولار في هذه التجربة ولكن يقول دائما أن المغرب هو الذي ربما سيقود تجربة على أقل على مستوى الخبرة يعني الخبرة المغربية لخبرة نوعا ما قد نقول يعني أو يعني متميزة يعني لا تشبه تجربة وإفريقيا يعني تحتاج إلى تجربة تقاربها وتشابهها فبالتالي المغرب ربما سيكون هو النموذج على أقل المستوى العربي والإفريقي في هذا المجال طيب نعود إلى تقرير البنك الدولي البنك الدولي يعني أشار في تقريره إلى أن أو اعتبر أن خطته في مجال التنمية المستدامة تتوافق مع خطة المغرب في هذا الشأن مما يؤهل المملكة المغربية لإحتضان القمة العالمية المقبلة حول المناخ بعد باريس يعني ما هو وجه التوافق التوافق هو أنه في شتنبر الماضي الأمم المتحدة أقرت خطة عمل لمحاربة الفقر والتنمية المستدامة إلى حدود 2030 هذا اندمج وانتوافق وانساير مباشرة خطاب جلال الملك في عيد العرش الذي أشار إلى إنشاء صندوق بقيمة 50 مليار درهم لتنمية المناطق الريفية والمناطق الجبلية وهذا يدخل في إطار مشروع التنمية البشرية والتنمية المستدامة الكبير إذن من موجهة نظر المؤسسات الدولية والمنظمات التي تعمل في هذا الإطار اعتبرت أن المغرب يستجيب أيضا لهذا المعنى وبالتالي الهدف ما هو؟ الهدف هو تقليص انبيعات الحرارة وخفض درجة حرارة للأرض ولكن أيضا التغلب على الفقر وعلى الفوارق الاجتماعية سواء داخل البلد نفسه أو داخل العالم يعني هذا الهدفين الكبيرين المغرب يسعى إلى تحقيقهما طبعا بموارده الداتية ولكن يحقق فيه النجاحات ولذلك البنك الدولي ركز على هذا الجانب وقال أن المغرب يستحق يعني استضافة المؤتمر ما بعد باريس سنركز على محور الآن محور التغيرات المناخية والاحتباس الحراري إن صح التعبير المنظمة العالمية للتقص قالت أن 2015 كانت السنة الأكثر سخونة على كوكب الأرض ويعني ما تأثير ذلك على الطبيعة وعلى الإنسان كذلك؟ هو تأثير كبير جدا لأنه إذا لاحظنا أن نقطة فقط يعني هذا التقرير يعني صدر من باريس يقول أنه من 1882 إلى 2015 زادت حرارة الأرض متوسط طبعا بواحد في المئة يعني خطر كبير يهدد طبعا اليوم يعني هاد واحد في المئة ربما تصل إلى ثلاثة في المئة في بعض المناطق ماذا أدت؟ أدت إلى نينيو اللي هي كوارث هي فايضانات اللي هي دوابن تلوج اللي هي شح المياه اللي هي هجرة من المناطق اللي ما بقاش فيها الإنتاج الزراعي هي شح في مصادر طعام هي كوارث الآن الكوارث بالقيمة ديالها المالية هي ربعلاف مليار دولار الكوارث بالقيمة البشرية هي ستمية ألف يعني ستمية ألف إنسان قتلوا يعني توفوا بسبب هذه الكوارث في ثلاثين سنة الأخيرة أيضا يعني واحد في المئة اليوم زاد عدد فقراء العالم مئة وسبعين مليون هناك مئتين مليون فقير في العالم مهددون بالجوع إذا استمرت يعني لهذه الكوارث فبالتالي العالم حتى أقول حتى ولو استطاعت يعني استطاعت قمة باريس أن فقط تجعل زيادة الحرارة بواحد في المئة يعني أن تصل إلى تنين بالمئة في نهاية يعني ألفين ومئة فبالتالي ستكون أيضا مضاعفة في هذا السياق أستاذ محمد يعني وباختصار ما هي الحلول الممكنة لمعالجة التغير المناخي يعني ومواجهة هذه الاختلالات وهذه الكوارث إن صح التعبير وهل ستنجح قمة باريس في ذلك؟ وأتمنى أن تنجح قمة باريس لأنه لا بديل لها ثانيا يجب أن تكون هناك إرادة من جميع الدول ثالثا على الصين أن تخفض يعني انبيعات الحارة لأن الصين واحدة تنتج ليوم 1.4 مليار طن سنوية بلد اقتصادي بمتياز ولكن المشكلة أنه دول يعني هذا ما يسمى دول بريكس يعني دول الناشئة هي حققت الزيارة اقتصادية على حسب البيئة على حسب البيئة فعندما هذه الدول تعود إلى احترام البيئة ربما النمو الاقتصادي سينخفض هناك معادلة صعبة جدا ثانيا شيء مهم جدا هو أن هناك دعوة إلى اعتماد الطاقات البديلة أو الطاقات الشمسية والريحية في الوقت الذي يقتصد البترول يعني منخفض هناك بعض الشركات تقول لماذا استثمر في الطاقة الشمسية والغالية وفضل استثمر في الحفوريات ثانيا وثالثا هناك خلافات بين الدول الكبرى فبالتالي يجب وضع كل الخلافات جانبا ويجب وضع أن العالم علينا أن ننقذ الكرة الأرضية وتكون قمة بارزية المدخل وإن شاء الله أتمنى أن تكون قمة مراكش هي القمة التي ستعلن نهاية المشاكل بالنسبة للتغيير المناخ ونتمنى ذلك لأن تغيرات المناخية موضوع في غاية الأهمية والحساسية ويؤثر سلبا على كوكب الأرض وعلى الإنسان طبعا وأتمنى أن تكون كل الجامعات والمدارس والمناهج تعليمي في العالم كله أن تدخل البيئة وحماية الأرض من بين المناهج تعليمي حتى أن تكون توعية وحتى أن يساهم الجميع في إجاح هذه التجارة الخبير في شؤون الاقتصادية الأستاذ محمد الشرقي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا شكرا سيحاسا